مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي درسنا اليوم هو ملخص كامل لليونت السادس راح نطرق بهذا الدرس على المواضيع المهمة اللي موجودة بكتاب الطالب وكتاب النشاط صيق كل موضوع والكيفية التي يمكن أن تأتي بها بالمتحان سنتطرق للمواضيع بشكل مختصر هنا أنا ملاحظة مهمة راح نطرق للمواضيع كلها بشكل مختصر لأن هذه الحلقة تعتبر مراجعة إذا تريد تشوف الشرح مفصل لأي موضوع يمكنك مراجعة الفيديوهات المنشورة على القناة لمشاهدة الشرح المفصل للمواضيع كذلك سنتطرق لتمارين المهمة في كتاب النشاط نذكر الكلمات التي يجب حفظها ملان ومعاني بعض انشطة كتاب الطالب وكتاب النشاط تعتبر انشطة سماعية أو ترفيهية غير مهمة بالمتحان التحيري لذلك ما راح نذكرها بهذه الحلقة لأن شرحناها بشكل مفصل بفيديوهات السابقة للدروس قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمها اللغة الإنجليزية البداية ومتوسطة لمتابعة فيديوهات الدورة كاملة بدون اقطاع كذلك تم عمل اختبار الالكتروني شامل بما يخص هذا الدرس باعتبار مراجعة كشامل اليونت والدروس السابقة امتحانات يومية والدروس القادمة ان شاء الله يتم نشر رابط الامتحانات الالكترونية عبر بيجنا على فيسبوك وقناتنا على التليجرام اللي تقدرون تلقوهم من خلال هذه المعرفات نبدأ الدرس باليونت السادس الدرس الأول صفحة 74 من كتاب الطالب قدنا مجموعة من الكلمات اللي نحفظها نملاء ومعاني اللي هنه أفعال الطبخ مثلا كلمة add معناها يضيف spread معناها ينشر great يبرش peel يقشر bake يخبز او يطبخ mix يخلط wash يغسل وسلايس يقطع هذان كلمات مثل ما وضحنا بالدروس المفصلة انه لازم نحفظها نملاء ومعاني لانه ممكن نتيجين بالامتحان على شكل حروف ناقصة او حروف مباثرة مثل ما رح نجي نوضح هذا ما يخص الصفحة 4 سبع من كتاب الطالب عرفنا انه فعال الطبخ لازم نحفظها نملاء ومعاني اما باسفل الصفحة فعدنا هذان الكلمات اللي هي خاصة بالفواكه والخضروات الورنج الكاروتس الونين هذان الكلمات لازم نحفظها نملاء معاني ليه اشلق من الممكن نيجين بالامتحان مثلا سلايس يقطع بما انه احفظنا فعال الطبخ املاء ومعاني فلازم اعرف ان شل اسم المناسب اللي ممكن ان يأتي مع هذا الفعل مثلا اونينز يخيرني بين اونينز البصل و اويل الزيت يهم من ذن الاسماء اللي ممكن تقطيعه فان اذا ما اعرفت كلمة اونينز او اويل مراح اقدر احل هذا الفراغ لذلك لازم احفظ لن الكلمات كمعاني لان ممكن تجيني بالامتحان بسؤال المفردات مثلا يقول لي سلايس فراغ اونين لو اويل اقطع البصل لو الزيت بما انه الزيت لا يمكن تقطيعه فانختار الونينز البصل وهكذا مع البقية مثلا يجيب لي بيل فراغ بشر الفراغ اورنج لو فلاد بريد البرتقال لو الخبز الخبز ما يتم تقشيره لذلك الاختيارة مناسب اورنج مثل ما راح نجي نوضح بالانشطة لان عدنا تمرينين مهمات عن هذه الصيغة ونحن نجي نوضحها بكتاب النشاط هذا ما يخص صفحة 74 من كتاب الطالب اما صفحة 75 فعدنا هذا التمرين مهم جدا توصيل الافعال بالاسماء والعبارات المناسبة لها بما ان احنا حفظنا الافعال املاع ومعاني فلازم نقدر نوصلهم بالاسماء او العبارات المناسبة لها فمثلا هو منطيق مثال بيل يقشر اذا اجي اوصلها بكل الجمل ما راح تتوصل لان ما تناسبها فهو مصليها بالونيونزان بوتيتوز لان البصل والبوتيتا يتم تقشيرهم في حين مثلا الجمل الاولى البصل يتقشر نعم لكن الطماطم لا يتم تقشيرها اذا هذا الخيار غير مناسب للفعل وهكذا نشوف الاويل الزيت غير مناسب لا يتم تقشير الزيت وهكذا مع البقية فلازم احفظ الافعال والاسماء والعبارات المناسبة لها من خلال هذا التمرين لان الممكن يجينا على شكل وصل مثل ما هو عرفنا لنحفظها املاء ومعاني افعال الطبق نحفظها املاء ومعاني والاسماء المناسبة لها كالفواكه والخضروات لازم نحفظها المعاني وهذا التمرين جدا مهم ننتقل الى كتاب النشاط صفحة 72 تمرين اي توصيل الافعال بالعدوات المناسبة لها نحفظ الافعال والاسماء المناسبة لها مثلا يقشر يناسب بوتيتو البتيتة يناسب الونينز البصل يناسب البرتقال الاخره وكذلك مثلا سلايس يقطع سلايس توميتوز يقطع طماطس سلايس بوتيتوز يقطع البتيتة الى اخره هاي ما يخص الافعال والاسماء هننا راح نحفظ الافعال والادوات اللي من خلالها نقوم بها بهاي الافعال شلون يعني يعني مثلا سلايس يقطع نحن بما نقوم بعملة التقطيع اكيد باستخدام السكين with a knife بالسكين باستخدام السكين اذا الادات المناسبة لفعل التقطيع هو النايف السكين البيل يقشر شن الاداة اللي نستخدمها بالتقشير اما باستخدام ايدينا مثل تقشير الموز البنانا او الورنج البرتقال او باستخدام النايف السكينة فنوصلها بالادوات المناسبة with your hands or with a knife وكذلك مع البقية اذا لازم احفظ كذلك توصيل الافعال بالادوات المناسبة لها هذا التمرين تمرين وزاري جدا مهم لازم احفظ الافعال والادوات المناسبة لها اما تمرين بي مثل ما وضحنا بداية الشرح انه من الممكن نجيب لجملة فراغ مثلا فراغ the tomatoes into circles فراغ الطماطع لدوائر ومنطينة 3 اختيارات slice يقطع great يبرش eat يأكل احنا حظنا لفعال ومعانيهن فشن الفن المناسبة للجملة اكيد فعل slice يقطع يقطع الطماطع لدوائر great يبرش غير مناسبة و eat يأكل كذلك غير مناسبة والمثال الثاني فراغ the cake for 45 minutes in the oven فراغ الكيكة لمدة 45 دقيقة في الفرن الكهربائي mix يخلط low cut يقطع low bake يخبز اكيد يخبز الكيكة في الفرن الكهربائي الى مدة 45 دقيقة وهكذا من البقية هذا التمرين جدا مهم من الممكن ان يجينا مثل ما هو يجيب للجملة ويجيب لي اختياراته يختار الفعل المناسب للجملة من خلال معاني الأفعال اللي حفظتنا بداية الدرس اقدر اجاوب على هذا النوع من الوسلة اما التمرين يسيب صفحة 73 من كتاب النشاط find the wrong spelling جد الأخطاء اللي ملائية in each sentence في كل جملة underline and write it correctly جر جواها خط الكلمة الخاطئة جر جواها خط واكتبها بشكل صحيح هذا التمرين جدا مهم قلنا ببداية الدرس ان الأفعال لازم احفظني ملائ ومعاني وقلنا الاملاء من الممكن يجيب ليها على شكل حروف ناقصة يجيب لي الأفعال بها حروف ناقصة وامليها هذه الحروف مثل ما تعودنا بالخامسة دائي ومن اليونة الأول من الثاني أو يجيب ليها بشكل حروف مباثرة هذا التمرين يجيب ليها على شكل حروف مباثرة مثلاً يجيب لك هاي الكلمة هاي الكلمة حروفها مباثرة شون الفعل الطبخ اللي يقدر استخرجه من هاي الكلمة الفعل bakes يخبز كذلك هاي الكلمة شن الفعل اللي يقدر استخرجه من خلال هذه الحروف المباثرة mixed وهكذا مع البقية فلذلك مثل ما whippingه ان أضحنا بدء الدرس ان يفعال الطبخ طبخ جداً مهم، لاني احفظ ملائهن ومعانيهن لان تفيدني بسؤال ملائهن اذا جدتني على شكل حروف مباثرة او حروف ناقصة وتفيدني بسؤال منفردات اما على شكل وصل او على شكل اختيارات او على شكل اسقاطات اما تمارين دي تمارين مهم جدا طبعا تمارين الدرس الاول بالنسبة كلها مهمات وكلها وزارية لذلك لازم انتبع عليهم مو مثل بقية الدروس نلقى بها تمارين او تورين المهمات هذا الدرس كل تمارين ومهمات فلاحظنا ان تمارين او بي و سي كلهم وزاريات ومهمات اما تمارين دي read and circle the odd word اقرأ واستخرج الكلمات الغريبة فنعنى كل جملة بها كلمة غريبة مثلا ابل اورانج شيري وبوتيتو تفاح وبرتقال وكرز وبوتيتا يا كلمة غريبة بيهن اكيد كلمة بوتيتا لان ذلك كلهم من الفواكه ما عادة بوتيتو هي من الخضروات فهنا نطلب التمارين ايه التفسير ليشان اطلعت هاي الكلمة it is odd word because it is into fruit هذه الكلمة اللي هي البوتيتا غريبة لانها ليست من الفواكه وهكذا مع البقية هذا التمارين من ممكن يجينا كاملا بالامتحان الوزاري نركز عليه لان هذا التمارين الشامل مو مختص بدرس واحد نقدر من خلال جميع اليونتات نختصره بهذا التمارين فنركز عليه لان مهم بالامتحان الشهري وكذلك الامتحان الوزاري هذا ما يخص الدرس الاول من اليونت السادس لاحظنا ان جميع التمارين هذا الدرس مهمات وكذلك لازم نحفظ افعال الطبخ املاو معاني والاسماء المناسبة لها كمعاني والادوات اللي نستخدمها مع هذه الافعال كمعاني ايضا اما الدرس الثاني اليونت السادس الدرس الثاني فعدنا صفحة ستة السبعين من كتاب الطالب فقط كلمة هاي كلمة جدا مهمة معناها مكونات او مقادير فهنا نلاحظ انه باسمه هذا عمل وصفة لبيزا وطونا مكونات الوصفة ومثل ما رح نلاحظ بدروس سابقة يقلدوهم وسامو دانية بعمل هذه الوصفة هذا النشاط مو مهم ما بيفتش شي مهم من الممكن يجينا بالامتحان ما عدا انه يدربني اكثر على استخدام افعال الطبخ والاسماء المناسبة لها مثلا غريت تشيز غريت يبرش وشيز جبن غريت تشيز الجبن المبروش وهكذا مع البقية فمو بذيتش الاهمية هذا النشاط لكن صفحة سبع سبعين من كتاب الطالب ان هذا النشاط مهم جدا ممكن يجينا بسؤال مفردات مثلا يقول لي نفرش الخبزة بالزيت فراغ في الفرن الكهربائي ويطيني مجموعة تفعال او خيارين او ثلاث اختيارات شين الخيار المناسب للفعل؟ بمعنى الادات الاوفن شين الفعل المناسب للأوفن؟ لازم نعرف ان الفعل المناسب للأوفن يخبز الفرن الكهربائي والفعل بيك يخبز باستخدام الفرن الكهربائي كذلك الجبن نقوم ببرشة الجبن المبروش نقوم بنشره فراغ نقوم بفراغ وتقطيع البصل تقشير وتقطيع البصل الى اخره فهذا النشاط جدا مهم من الممكن يجينا بسؤال مفردات اما على شكل اختيارات او على شكل اسقاطات الى اخره عدنا كذلك موضوع جدا مهم اللي هو موضوع اعطاء التعليمات ذكرنا بدروس سابقة موضوع اعطاء التعليمات بشرح مفصل ذكرنا انه اذا نريد نطيب فعل امر نستخدم فعل امر باللغة الانجليزية نجيب الفعل نخليه بداية الجملة فمثلا نقول له close the door اغلق الباب close اللي معناها يغلق صارت اغلق تحول تلقائيا الى فعل امر لا اضفت لأضافة ولا حولتها مثل ما يصير باللغة العربية انه عندنا فعل ماضي ومضارع وكذلك امر شكل جديد للفعل ذهب يذهب اذهب اذهب اما باللغة الانجليزية هنا سيتلقو اللي معناه يذهب اذا صار ببداية الجملة صار فعل امر واقول له مثلا go away اذهب بعيدا صار فعل امر هنا موضوع اعطاء تعليمات اللي نستخدم بها افعال امر كذلك نفس الشي يمكن ان اعطاء تعليمات او الاوامر الخاصة بالطبخ بوضع الفعل الرئيسي في بداية الجملة اذا اريد نطل تعليمات خاصة بالطبخ مثلا الام تنطي تعليمات لبتها كيفية الطبخ مثلا تقولها قشري البوتيتا اغسلي الفواكه لازم ابدأ الجملة بفعل واقول peel the potato قشري البوتيتا wash the vegetables اغسلي الفواكه الان لاحظ نطل تعليمات اللي بيتها باستخدام الفعل الرئيسي في بداية الجملة لذلك اذا اريد نطل تعليمات نخلي الفعل الرئيسي في بداية الجملة وبعد الفعل الرئيسي الاسم المناسب للفعل مثل ما وضحنا قبل دقائق عندنا كل فعل اسم مناسب مثلا peel يقشر شن الاسم المناسب للفعل يقشر مثلا the orange the potato الى اخره او الفعل wash يغسل شن الاسم المناسب لها مثلا vegetables fruits الى اخره فهنا نلاحظ انه اطلنا تعليمات باستخدام الفعل الرئيسي في بداية الجملة وهذا بفعل صار فعل امر تلقائيا مثل ما وضحنا بطبيعة الجملة الانجليزية ثانيا نأتي بعد الفعل الرئيسي الذي وضعناه مثل ما وضحنا الاسم المناسب بعد الاسم المناسب الاداة اذا لزم الامر يعني ذكرنا بداية الدرس انه الفعل peel يقشر الى اداة خاصة peel the potato قشر البطيته الى اثري تخلي اداة شين الادات المناسبة لان نستخدمها بتقشير البطيته مثلا نقول with a knife استخدام السكين wash the vegetables اغسلي الفواكه with water بالماء الى اخرين فهنان طいました جملة تعليمات كاملة هذا الموضوع يفيدنا بسؤال قواعد هنا عندنا جدول مهم جدا وقسمنا الأفعال أفعال الطبخ والأسماء المناسبة لها والأدوات المناسبة لهذه الأفعال هذا الجدول إذا حفظته فأنا حفظت نوعين من الأسئلة الأفعال والأسماء المناسبة لهذا النوع الأول والأفعال والأدوات المناسبة لهذا السؤال الثاني وكذلك نوعية ثالثة من الأسئلة اللي هو سؤال الاختيارات مثل ما وضحنا بتمرين بيه بكتاب النشاط نكمل بكتاب النشاط تمرين أي صفحة 74 أدنا مجموعة من الكلمات المهمة التي استخرجناها بشرح مفصل مثل كلمة غرامز الغرامات كيلوغرامز الكيلوغرام والمليمترز مثل ما هي المليمتر والسنتيمتر والمترز والكيلومتر إذن الكلمات قلنا شنو همية تأتي بسؤال لملا يقول لي اختصر لي الكلمات الجي مختصر مع الجرام والكي جي مختصر مع الكيلو جرام والأسبي مختصر مع السبون هذين الاختصارات لازم نحفظهن إملاء ومعاني مثل ما تأتي بالامتحان من الممكن أن تأتي بالامتحان بهذه الصيغة مثل أن نقول ليك حرفي الكي جي هي مختصر مع الكيلوغرام السيئم مختصر مع شنو فأنا لازم أعرف أن السيئم مختصر مع سنتيمتر لازم أكتبها ملا بشكل صحيح عن الممكن أقدر أحصل درجة كاملة أو يجيب لي مثلا كيلوغرام اختصارها كي جي السنتيمتر اختصارها شنو لازم أعرف السنتيمتر اختصارها سيئم فهذه الكلمات لازم أحفظهن إملاء ومعاني لأن الممكن تأتي بسؤال لملا مثل ما وضحنا بهذه الصيغة أما تمريم بي فهنا من طيل مجموعة من الصور مثل ما وضحنا لازم اختصار مع ذلك كلمات فهنا بما عن المصدرة وحدة تقياس المصدرة هي السنتيمتر شنو الاقتصار مع السنتيمتر سيئم والسبون اس بي والكيلومترات كي أم والكيلوغرامات كي جي مثل ما وضحنا أنه من كنت تأتي بسؤال المملاع هذا ما يخص الدرس الثاني أما اليونيت السادس الدرس الثالث فعدنا هذه الصورة وهذه الأسئلة المتعلقة بها ذكرنا أن هذه الأسئلة الشفوية من الممكن للأستاذ يسألها بداخل الصف يعرض الصورة ويسأل الطلاب مثلا كم عدد الناس التي يمكننا تراهم يقول لها أربع أشخاص و هم في المطبخ وهكذا ما يبقية فلازم أحفظهم كتحضير خالف يسأل الأستاذ بداخل الصف أسئلة الشفوية من الممكن اعتبارها تحضير أما في صفحة السادس من كتاب الطالب لدينا محادثة بين دانيا و والدتها تسألها أمو هل يمكننا أن نحضر بيزا؟ نعم يمكننا هذا صفحة جميع و يمكننا أن نحضرها للمتعوم نعم يمكنك ان نحضر بيزا وأنها ثكرة جيدة ويمكننا أن نحضر بها على العشاء هذا ما نأتي بالمتحان من الممكن أن يأتي بالمتحان لدينا مجموعة من المحادثات ووصل هذا السؤال بالجواب الأم أو وصل هذا السؤال بالجواب فهنا انا مثلا يقول لي مام كنوي هاب بيزا هذا بحق الاي اما بحق البي يجيب لمجموعة الاختيارات ويقول لي مثلا yes you can it is good idea and we can have it for lunch فلازم اعرف ان هذا السؤال يكون هذا جوابه وهذا السؤال هذا جوابه وهكذا مع البقية اذا من الممكن يجينا هذا المحادثة على الشكل وصل مثل ما جبناها بالامتحان الالكتروني اللي تم رفعه بقناة التليجرام اما تمرين اي صفحة استسبع من كتاب النشاط فعدنا مجموعة من التعليمات اللي لاحظة ان جميع الجمل بدت الفعل wash tidy folder بما ان الجملة بدت الفعل فاني اعرف انه اذا بدت الفعل هاي جملة اعطاء تعليمات فهنا شخص يوجه شخص ثاني ويضع تعليمات لشخص ثاني يقول لي مثلا wash the plate sans saucepan اغسل الصحون والقدورة tidy your room نظف غرفتك اذا انا افعال مهمات بعض الشيء من الممكن ان تجينا بالامتحان مثلا الفعل والاسم المناسب الي الفعل wash يغسل ادور ما القى vegetables خضروات او fruits فواكه لكن القى plates and saucepan صحون والقدورة فلازم اعرف ان الفعل يغسل من الممكن ان يناسبه الصحون والقدورة يغسل الصحون والقدورة tidy your room ينظم او يرتب شنل اسم المناسب اليها your room غرفتك نظم غرفتك fold up معناها رتب your clothes رتب ملابسك الى اخره فهنا نذنى الافعال لازم اعرفهن واعرف الاسمال المناسبة لهم كمعاني فقط وليس ام لا ومعاني اما تمرين c هذا التمرين جدا مهم من الممكن ان يجيب لأحد هذه الجمل والاختيارات معالتها بسؤال المفردات مثلا الجمل الاولى هل يمكننا ان نتصرف الانترنت لكي فراغ وصفة كيكة سهلة وهذا ما يخص الدرس الثالث من اليونت السادس اما الدرس الرابع من اليونت السادس فعدنا صفحة 78 من كتاب الطالب هاي الصورة اللي بيها هاي الجملة جدا مهمة أطفال يعبرون باستخدام خطوط العبور هاي الكلمة جدا مهمة خطوط العبور ليه اشلا راح تفيدني بسؤال المفردات مثل ما راح نجي نوضح بالانشطة اسفل الصفحة عدنا وسام كاتب هذا النص هذا مجرد نشاط صفي المطلب من عدنا ان نكتب رقم كل صورة من الصور الموجودة بالصفحة الثانية بحقل التصرفات الجيدة او التصرفات السيئة الخاصة بالطريق المطلب الثاني هو انه نقرأ الوصف ونطابق الجملة بصورة معينة مثل ما وضحنا بدأ الشرح المفصل مثلا اشوف هاي الصورة اشوف هذه الصورة تصرف جيد لو سيئ اذا جيد اخللي قمي بحقل التصرفات جيد واذا سيئ اخللي بحقل السيئ مثلا هاي سيارة واقفة عند العلامة الحمرة او الاشارة الحمرة اشارة المرور الحمرة فبما ان هاي سيارة واقفة بامكانت اشارة المرور الحمرة تصرف جيد اخليه لقم الصورة بحقلة تصرفها الجيدة وهاك د 들어�ما البقية مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان الشارع أو الامتحان الوزاري أما الصفحة الثانية فيقول لي طابق الوصف اقرأ الوصف زيان وطابقه بالصور لأن الوصف فيها كلمات جدا مهمة مثلا كلمة Put on seatbelt يرتدي حزام الأمان Zebra crossing مثل ما وضحنا خطوط العبور Red means top هاي الجملة جدا مهمة الأحمر يعني التوقف أشارة المرور الحمراء تعني التوقف Green means you can go والأشارة الخضرة تعني أنك يمكنك الذهاب هاي من ممكن تجينا بالامتحان مثلا يقول لي red means فراغ الأحمر يعني فراغ stop logo لازم يعرف أن red means stop وهكذا مع البقية إذن هاي الجملة لازم تطلع على معانيها وانا سويتنا على شكل جدول جدا مهم هذا الجدول قسمته لأفعال مثلا put on يضع أو ضع stop توقف look انظر where ارتدي أفعال مثل أفعال الطبخ أدن أفعال أمان الطريق وكذلك الأسماء المناسبة لهم ودليل على أن هذا الجدول المهم لدينا تمرين أيب كتاب النشاط read and match two halves of the sentence اقرأ وطابق النصفين نصفين الجمل التالية مثلا put on your seatbelt ارتدي حزام الأمان شو كنت ارتدي حزام الأمان when you are in a car عندما تكون في السيارة stop توقف شو كنت متوقف before you cross the road قبل أن تعبر الطريق look انظر فلازم يعرف أن الاسم المناسبة لها الفعل left and right before you cross the road يسار أن يمين قبل أن تعبر الطريق وهكذا ما البقية إذن لدينا الأفعال أفعال الطريق والأسماء المناسبة لهم لازم أحفظهم أما بأسفل الصفحة عندنا موضوع أعطاء تعليمات كذلك يعيدنا هنا على شكل ملاحظة the verb usually comes at the beginning of the sentence عند أعطاء الانسركشن التعليمات يأتي الفعل في بداية الجملة like stop كالفعل stop توقف look انظر we can also add do not كذلك من الممكن التعليمات باستخدام الفعل do not اللي هي مختصر معايتها don't مثلا don't run لا تركض هنا هم من التعليمات اللي ابني مثلا نقولها don't run لا تركض don't go لا تذهب إلى آخر شون تجيني بالامتحان مثلا نجيب لي شي جملة فراغ your smartphone on your bike use low don't use فراغ الهاتف الذكي على دراجتك use استخدم الهاتف الذكي لو don't use لا تستخدم فهذا اكيد اذا اردت التعليمات اقول لا تستخدم او مثال اخر صيغة اخر فراغ the road use zebra crossing فراغ الطريق باستخدام خطوط العبور cross اعبر lower ارتدي اكيد الفعل cross اعبر الطريق باستخدام خطوط العبور هذا ما يخص موضوع تعليمات مثل ما وضحنا بداية الدرس وهذه ملاحظات اضافية وشون تجيني بالامتحان كذلك ان التمرين بي جدا مهم read these verbs اقرأ هذه الافعال add a noun to each verb نانا يقول لك انت انطيني اسم لهذه الافعال احنا قبل شوية تعودنا ان نجيب لي افعال واسماعة مناسبة لها وانا اوصل الفعل بالاسم المناسب نانا يقول لك لا انا انطيك فعل وانت انطيني اسم مناسب من عندك نانطيك مثال هو brush فرش your teeth فرش اسنانك slice قطع شون الاسم المناسبة onions البصل potatoes tomatoes tomatoes peel oranges قشر البرتقال peel potato قشر بوتيتة الاخرية اذا لدينا مجموعة افعال واخلي لها اسماء مناسبة لها هذا ما يخص الدرس الرابع من الانوت السادس اما الدرس الخامس لدينا صفحة 82 من كتاب الطالب قطع استيعابية جدا مهمة اللي هو let's be safe at home فلنكن اعملين في البيت لدينا مجموعة من القوانين لامان البيت هذين القوانين ذكرنا انه لازم نحفظهن لان الاسئلة مالتها لا هي اسئلة يا سونو ولا truthful صح وخطئ ولا اسئلة اختيارات وانما اسئلة اكمل الفراغات التالية مثلا يجيب لك keep knives away يجيب لك قانون ناقص قانون من قوانين البيت ابقي السكاكين بعيدة فراغ كملي هذا القانون فلازم احافظ القوانين على ما اكملهن اقول لك from young children بعيدا عن الاطفال keep medicines ابقي الادوية اقول لك مثلا in safe place في مكان آمن أو away from young children أو بعيدا عن متناول الاطفال الثلاثة الاجابتين صحيحات اردخلي in safe place هذا الاجابة أو away from young children اما هنا نخلي away بعيدا فانا لازم اكمل هذه الجملة from young children بعيدا عن متناول الاطفال وهكذا مع البقية اذا هذان القوانين مهمة جدا لازم احفظهم لان ممكن تجيين نقطة او نقطتين بالسؤال الاول فرع بي المتعلق بسيرة القطع الاستيعابية الخاصة بقطع الكتاب اما بصفحة 83 من كتاب الطالب لدينا هذه المحادثة غير مهمة مجرد نشاط صفي لتطويق مهارة القراءة كذلك بصفحة 83 لدينا وصل الصور بالقانون المناسب مجموعة من الاطفال يخترقون بعض القوانين يقول لك اكتب القانون اللي يخترقوها الاطفال مجرد نشاط صفي كذلك 80A بصفحة 80 من كتاب النشاط look at the pictures انظر الى الصور عند مجموعة من الصور say what can you see with your partner اسأل صديقك وشوفه ماذا يقوله مثلا اقول له gas bottle ما هي gas bottle معناها قنينة غاز هذه الصورة من ذلك الصورة التي هي قنينة غاز مثلا هذه الصورة oven gloves اللي هي كفوف الفرن الكهربائي صورة هذه الصورة broken glass زجاج المكسور هذه الصورة وهكذا مع البقية هذه الكلمات لازم احفظهم احفظهم كمعاني لماذا؟ لان راح تفيدني بتمرين بي اللي موجودة في صفحة 81 من كتاب النشاط this is what mom said complete the sentences اكمل الجملة التالية مثلا يجيب لي هذه الجملة ويجيب لي اختيارات شن الاختيار المناسب للجملة او يجيب لي على الشكل الوصل اذا ان الجملة ناقصة وصلها بالعبارات المناسبة لها فانا انا ما اقدر احل هذا التمرين الا ان احافظ معاني هذه الكلمات فمثلا don't play with لا تلعب بي فراغ شن الكلمة المناسبة لها matches أعواد الثقاب لا تستخدم الأشياء الكهربائية ك لا تستخدم الأشياء الكهربائية ك فراغ فمثلا ياهي من ذن الأشياء الكهربائية clothes iron اللي هو مكوى الملابس وهكذا وعن البقية فذن الكلمات لازم احفظ معانيهن لا تستخدم الأشياء الكهربائية اما التمرين هنا انا منطيك مجموعة من القوانين باستخدام must و must not يقول لك اذا بدت تجملة فعل رئيسي مثلا use of new gloves استخدمي كفوفة في فرن الكهربائي اذا بدت تبهيك فعل اخلي وياها must اما اذا بدت تب don't اشيل don't واخلي بدالها mustn't مثلا don't touch clothes iron لا تلمس مكوى الملابس اقول لي you mustn't يجب عليك ان لا touch clothes iron تلمس مكوى الملابس وهكذا مع بقيها مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان الشهري او الامتحان الوزاري هذا ما يخص الدرس الخامس من اليونيوث السادس عرفنا القوانين الامان المتعلقة بالبيت وقدنا ذلك القوانين مهمة وكذلك عرفنا بعض الكلمات التي سنحفظها المعاني وشون تجيب الامتحان اما الدرس السادس من اليونيوث السادس فعدنا بصفحة 84 من كتاب الطالب stay safe on your bike ابقى آمنة على دراجتك قلنا هذه القطعة مرئية جدا مهمة تجين بسؤال او الفراعية يجيب لي هذه القطعة ويجيب لي الأسئلة المتعلقة التي هي عبارة عن أسئلة yes و no بصفحة 86 من كتاب الطالب فمثلا سنحل الأسئلة بشكل سريع مراجعها قلنا هذه القطعة قال المعلمنا بأن الدراجات هي أفضل للعاب yes لا بشرح مفصل ذكرنا أن الدراجات ليس من الألعاب من المستحين المعلم يقول هذه الجملة لذلك إجابة خاطئة it is easy to ride a bike because there are no rules من السهل قيادة الدراجة لأنه لا يوجد قوانين أكيد الإجابة خاطئة لأن قيادة الدراجة بها الكثير من القوانين مثل ما وضحناها بشرح مفصل المواضيع وكذلك ما البقية هذه الأسئلة جدا مهمة للحفظ لازم أحفظها تجين بسؤال اول فراع يجيب لي القطعة كاملة ويجيب لي خمسة أو ستة أسئلة من هذه الأسئلة على شكل يسونو مثل ما هنم لازم أن يحافظ القطعة أو فاهمها عن مدى قد رجاء وها النوع من الأسئلة أما صفحة 85 من كتاب الطالب أدنا مجموعة من الجمل ويقول لي اقرأ الجملة وشوفها هذا متبع القوانين قوانين الأمان الخاصة بقيادة الدراجة أو ما ممتبعها إذا ما ممتبعها يضع عليها علامة الصح وإذا ما ممتبعها على علامة خطأ هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان الشهر والامتحان الوزاري أما بكتاب النشاط أدنا إعطاء الأسباب موضوع جدا مهم موضوع شامل لكل الكتاب هذا الموضوع جدا مهم يجيب لي حالة ويجيب لي السبب المقنع لها وأوصل الحالة بالسبب المقنع لها هذا الموضوع تجيني صيغته مثلا بتمرين A بصفحة 82 من كتاب النشاط يقول لي مثلا You should wear a helmet يجب عليك أن ترتدي الخوذة ليش؟ هذا يجب ليها بحق الأي وحق ال B مجموعة من الأسباب فأنا لازم أختار السبب المناسب لها الجملة ليش نرتدي الخوذة؟ لأنه يجب أن نحمي رؤوسنا أقول You must protect your head يجب أن تحمي رأسك يجب لي على شكل وصل وصل حق ال A لدي مجموعة من الحالات و B مجموعة من الأسباب وصل الحالة بالسبب المناسب لها وكذلك جملة الثانية مثلا check your tires يجب أن تتفحص إطارات الدراجة because لأنه they should be hard يجب أن تكون قوية الإطارات يجب أن تكون قوية وهكذا مع البقية فهذا التمرين وكذلك تمرين ب تمارين جدا مهمة عن موضوع أعطان الأسباب لاحظ تمرين A هذا تمرين صريح much the situation طابق الحالة with the reason بالسبب مثلا has a stomach يمكن أن لاحظ أن رجعني على موضوع على موضوع الأمراض لديه ألم معدة ليش because he ate two men sweet لأنه أكل الكثير من الحلويات لذلك أنا قلت هذا الموضوع شامل و جدا مهم بالامتحان الشهري و الامتحان الوزاري لأن إذا جانا يجب أن يجب أن يجب أن يجب بالامتحان الوزاري فمعناها جتني جملة من اليونت الأول و جملة من اليونت الثانية و جملة من اليونت الثالث و جملة من اليونت الرابع لذلك أنا قلت هذا الموضوع جدا مهم لأن موضوع شامل و بالتزاري بكل جملة بي تجيني من اليونت معين فهنا لازم أنتبه أن كل حالة لها سبب معين لازم أحفظ الحالات والأسباب المناسبة لها أما تمرين دي اللي هو موضوع المقارنة التفضيل شرحناه باليونت الخامس وهنا ملاحظات أضافية شرحناها بالشرح المفصل بالدروس إذا تريدون أن تراجعون الفيديو المفصل إلا تقدرون الصفات القصيرة اللي بيها مقطع صوتي واحد و شرحنا مقطع صوتي واحد و انتهت بحرف صحيح واحد مسبوق بعلا واحد نضاعف الحرف الأخير و نضيف EAR بالمقارنة و نضاعف الحرف الأخير و نضيف EST بالتفضيل أما الصفات اللي بيها أكثر من مقطع نضيف MOR عند المقارنة و THE MOST عند التفضيل و لدينا صفات شاددة لازم نحفظها المقارنة مالتها والتفضيل BEST BAD WORST و FAR FARTHER FARTHEST هذه الكلمات لازم أحفظها لأنه ممكن تجيني بسؤال الملاع أو بسؤال القواعد مثل ما راح نجيو نوضح المسؤال الملاع مثلا يقول لي BIG صارت BIGGEST HOT شو تصير لازم أعرف أن ال HOT تصير HOTEST أضاعف الحرف الأخير و أضيف EST لأنها من مقطع صوتي واحد و انتهت بحرف صحيح واحد مسبوق بعلا واحد أما الصفات اللي بيها أكثر من مقطع مثلا يقول لي BIG BIGGER DIFFICULT لازم ما أضيف الهيار أضيف الهيار لأنه من أكثر من مقطع فهذا جدول للحفظ يجيني بسؤال الملاع أو يجيني بسؤال القواعد بهاية الصيغة و ذكرنا أنه إذا أقارن بين شغلتين إذا أقارن بين شيئين أختار صفة المقارنة أمو ال EAR أو المور و إذا أفضل شيء على مجموعة أشياء أخلي التفضيل اللي هي أمو ال EST أو أمو المOST هذا المبتمنى جدا مهم بين الامتحان الشهري أو الامتحان الوزاري هذا ما يخص الدرس السادس درس جدا مهم راجعنا موضوع المقارنة التفضيل و موضوع أعطاء الأسباب و كذلك القطعة المرئية أما اليونيوت السادس الدرس السابع فعدنا بسبحة 86 من كتاب الطالب نراجع أفعال الطبخ و الأسماء المناسبة لها سلايس يقطع مثل ما وضحنا Onions Low Oil نقطع البصل نقطع الزيت فهنا يجب أن أحافظ أفعال الطبخ و إملاقوا معاني عن مدى أجاب هذا النوع من الأسئلة فأقول Onions وهكذا الأمام البقية أفعال الطبخ و أسماء مناسبة لها هذا التمرين جدا مهم بين الامتحان الشهري و الامتحان الوزاري من الممكن أن يأتينا على شكل الاختيارات مثل ما هو موضح بالتمرين أما صفحة 87 من كتاب الطالب كذلك يراجع لي قوانين أبقى آمنة في المنزل مثلا أبقى المواد الكهربائية بعيدا من المتناول الأطفال لا تلعب لا تلعب مع أعواد الثقاف وهكذا الأمام البقية هذا المجرد مراجعة لقوانين أبقى آمنة في المنزل أما تمرين سي صفحة 85 من كتاب النشاط هذا الإنشاء الثالث إنشاء جدا مهم بالامتحان الشهر و الامتحان الوزاري قلنا نضع 4 إنشاءات بالكتاب كامل هذا الإنشاء الثالث بعد إنشاء الإيميل و إنشاء تحدث عن نفسك و عائلتك أكتب ملاحظتين لأخوك أو أختك كل واحد الملاحظات الخاصة بيه و شرحناها بشرف مفصل لا تريدون تشوفون الفيديو المفصل لشرح هذا الإنشاء على شكل خطوات أعيد أكرر أن موضوع الإنشاء جدا مهم إذا حفظت 3 إنشاءات بالامتحان الوزاري فأنت ضمنت 20 درجة 20 درجة جدا مهمة بالامتحان الوزاري إن تجعلني أحسن درجتي بالإنجليزي وترى إنشاءات جدا سهلة إذن الأربع أو خمس أسطر تجعلني أضمن نصف درجة النجاح فلا تستيهنون بالإنشاء لأن الإنشاء جدا مهم بالامتحان الشهري كل امتحان الشهري على 15 درجة والامتحان الوزاري على 20 درجة هذا من خلص الدرس السابع من اليونت السادس أما الدرس الثامن فقوانيننا إذن الجموة المهمة من الممكن تجعلني بسؤال المفردات فمثلا يقول لي فراغ 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 كفوف في فرن الكهربائي لحمل الأشياء الحارة ويجيب الإختيار عن مثلا ارتدي أو استخدم فأقول له استخدم كفوف في فرن الكهربائي لحمل الأشياء الساخنة وهكذا ما البقية أظن الجموة جدا مهمة أما بالصفحة الثانية من كتاب الطالب فعندنا لعبة أظن الأسئلة اللي بداخل اللعبة أسئلة شفاوية وتحريرية جدا مهمة بالامتحان الشهري وامتحان الوزاري وحليناها اذا تريدون شرح مفصل لحل هذه الأسئلة قلنا هاي الأسئلة جدا مهمة من الممكن تجيني بسؤال المفردات أو سؤال القواعد أو بالأسئلة الشفاوية بمتحان الشفاوي إلى آخره ثم تبني بي بكتاب النشاط What are the words ما الكلمات التي تعلمتها هذا مجرد نشاط صفي لكن تمريسي وزاري جدا مهم لذلك الكلمات لازم أحفظهن ملائة لأنها ممكن تجيني نهيج على شكل كلمات بها أخطاء ملائية وصححها الأخطاء ملائية فلازم أحفظ أملاء هذه الكلمات عن مو إذا جدتني بهاي الصيغة أقدر أجاوبها ذلك ننتبع على هذه الكلمات لأنها جدا مهمة هذا ما يخص اليونت السادس عرفنا الكلمات اللي نحفظهن ملاء ومعاني تمارين المهمة القطع الإنشاءات إلى آخره قبل ما أنهي الدرس لا تنسى أنه عملنا اختبار الإلكتروني الشامل اليونت السادس يتمنا الشرابة هذا الاختبار الإلكتروني عبر فيجنا على الفيسبوك وقناتنا على الإنتجرام اللي وضحناها ببداية الدرس قد تاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة اشتركوا في القناة